فضيبة الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة إلى نهاية الحديث فما هو الضابط في إطلاق كلمة شهيد على من ماتت المعركة أو رجل صالح حبس أو سجن فمات فيطلق عليه لفظ كلمة شهيد نعم كلمة شهيد لا شك أنه وصف محبوب لنفوس والشهداء عند ربهم لهم أجرهم أنور ولكن لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا من شهد له رسول صلى الله عليه وسلم فلو رأينا رجل يقاثل الكفار فإننا لا نقول هذا شيء لو قتل لكن نقول نرجو أن يكون شهيدا أو نقول على سبيل العموم كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد وذلك أن الشهادة تنبني على أمر غير معلوم لنا على أي شيء تنبني على نية القلب ونية القلب غير معلومة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل وهذا احتراز من أحسن الاحترازات كأنه يقول ولا تحكموا على كل من قتل أو ترح في سبيل الله أنه في سبيل الله لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيل الله وحينئذ لا نأخذ بالله يعني لا نشهر بأن هذا الشهيد لماذا؟ لأنه قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه فالإنسان قد يقاتل شجاع وقد يقاتل حمية وقد يقاتل لأعصبية وهي الحمية وقد يقاتل لتكون كلمة الله العليا وهذا في سبيل الله لأخير لكن هذا مبنى على النية الوجه الثاني أننا لا نقول كلان شهيد لأننا لو قلنا كلان شهيد لازم أن نشهد له بأنه من أهل الجنة لأن كل شهيد فهو من أهل الجنة لا شهيد ولا يجوز أن نشهد لشخص دعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فعرفت؟ إذن نحن إذا لم نقل إنه شهيد وكان عند الله شهيدا هل يضره؟ طيب ولو قلنا إنه شهيد وليس عند الله شهيدا هل ينفعه؟ لا ينفعه فإذا كان عمر كذلك فلماذا نطلق على سنةنا في أمر لا نعلمه؟ ولكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد ونرجو أن يكون هذا الرجل ممن قتل في سبيل الله فيمر الشهادة